اشتركوا في القناة للمشاهدين وصباح الخير إلك ولطوني على الميكسر ولكل العاملين بتشاريتي متل ما تعودنا دايما نصبحكم بالإديس اليوم نصبحكم بالحوار نعم فادي أبي هاشي متلاليتك تقريبا أسبوعية أو إلى حد ما حاضر معنا بزبيحة إلهية وهيك بتخلينا نصلي حمد الله قديل اليوم نحنا منسعى منخلق للترنيم عن جد نخلي المستمع يصلي متل ما منكون عم نسمع أغاني وننطرب بدنا اليوم نسمع تراتيل ونصلي بزيت الوقت خبرنا عن هالجو العام اللي ببعض الأحيان في كتير من الفوضى هلأ حلو أنك بلشت تغرب الإشكالية بالمؤدمة أنه في فوضى نعم ما في شك أنه في فوضى ولفتني أكتر أنه بدنا نرتب الفوضى هلأ للأسف صرنا بعصر نقول بدنا نرتب الفوضى مش نشيلها بس لأنه عن جد صارت مع الأيام الفوضى متشاعبة وإذا بديك تجي ترتب الفوضى بديك تصيري سيف مصلط فقراص الكل هيدا الشي صار إنه من الصعب يتحقق ومنكون إذا عم نقول بدنا نلغي الفوضى منكون عم نحلم ومنغرد يعني بغير كوكب فاليوم الهدف إنه من الترنيمة أو الترتيلة وبدي يميز هون الترتيلة عن الأغنية الروحية يعني فيه ترتيلة كنسية لترجية وفيه شي باين باين وفيه أغنية روحية وفيه شي ما خاصه بالكنيسة يعني أنا انطلاءا من عائدتي الكاتوليكية المارونية الملتزمة بدي بلش فكر شو اللي بدي وصله إنه إذا كانت الكلمة قبل كل شي قبل ما يكون فيه لحن الكلمة لازم تكون مطابقة للعقيدة الكاتوليكية مش بتشبهها لأنه إذا كانت بتشبهها معناتها ملغومة يعني بتكون جيتنا من غير محل وجيتنا من غير محل يعني ممكن يكون فيه حواليا عالمات استفهام وقداش فيه ترتيل اليوم عم تقطع عم قول ترتيل بالمعنى العام يعني مش عم نحدد أغنية روحية أو كذا هلأ قداش فيه ترتيل عم تقطع اليوم يمكن ما بتشبه عائدتنا وبتقطع ضمن الكنيسة حتى ممكن يكون فيه مغالطات له تيجي بكتير من الأحيان بس نحن نتعودنا عليها ومن اعتمدها ومن رطلة بكنيسنا وبيحتفالاتنا وبيحتى الأمسيات الترانيم أو الكنسيرات أو الريستالات الميلادية اللي عم اليوم عم نشوف منها كتير يعني أنا بتأسف لما بيكون يمكن بأمسي ميلادية بقول يمكن بتقطع إذا كنا بشي صالة بشي مسرح يمكن شوي أخف وطأة من أنه تمرق ترتيلة بعائدتها وخلفيتها ما خاصة بالإربان قدام الإربان يعني مثلا إنه ما الإربان موجود بالكنيسة ونحن صلب عائدتنا الكاتوليكية هو حضور الله الكامل بالجسد والدم بالإربان يعني نحن بس نقعد قدام الإربان تسقط كل باقي العقائد أو كل باقي الديكار إذا بدك لأنه الإربان موجود خلص جوهر الله كله سالوس الأقلس الأب والابن والروح الأدوس موجود بالإربان طيب إذا أنا موجود قدام الإربان وعمق له شي ما خصوا بالإربان أو بالأحرى في عقايد مسيحية مش تخطى نطلطى وراء إصبعنا يعني لا تؤمن بحضور الله بالقربان طيب أنا ليش بدي نقل لهم فكرهم وتوراسهم قدام الإربان ما بكون عمهين الإربان نعم هاي أبسط هلأ هون مين بيقدر يخلق هالفرق ومين بيقدر يميز يعني طيب يكون في هذا التمييز بدنا ناس أصحاب اختصاص بدنا ناس تفهم أكتر منا لأننا نحنا كمؤمنين منروح بالعادة ومنحس إنه هيدا الشي خلو لحن مهضوم وقريب منا كلمات ما راح تأثر هلأ أنا هوني هوني منفوت بإشكالية وفي ناس بتصير تكرهنا عطول بس بدنا نحكي الحقيقة ويصور يقولوا بيصير متطرف خير مش متطرف بنا نحكي الحق بدنا نشيل اللي إلنا واللي علينا أنا اليوم صحيح عندي صار خبرة كبيرة بالكنيس يعني راح دق بعد شوية بيصيروا أربعين سنة بخبرة الكنيس بعد شوية ما في يأجي أقول إن الدعي أنا المعرفة الليتورجية الكاملة لأنه في عنا بالكنيسة المتخصص بالليتورجية هو بيبقى الكاهن كاهن الرعية ومن يعاونه يمكن رأي اثنين ثلاثة غير رأي أول بس مرات بتلاقي في تضارب بالقراء بالقراء نعم شيري تقولي طب أنا شو بدي أعمل إذا فلان قال لا وفلان قال شو يعني بربطوا مطرح ما بيقلولي يعني لأ في شي بدنا نكون نحن واعيين بعد هنا يعني في حق شوية على السلطة الكهنطية أو الجنسية بس بتكون تسلموا حدا إذا مش عاملين له على القليلة بالحد الأدنى إذا ما عملتوله تدريب إنه شو لازم شو المطلوب مطلوب بالحد الأدنى واحد اثنين ثلاثة أربعة ما نتخطى هودة التعليمات ساعتها بتصور تدوزن الأمور مع الوقت بس صايرة الشغلة يعني عن جد شغلة المعندو شغلة بيكون الواحد مثلا مش ماشي حاله بالفن بيروح بفوت على الكنيسة نعم حتى فادي بدي احكي شوية عن مرادات الخواطر قديش هاي الشغلة اليوم تلعب دورة بهذا المجال وبالتحديد من ناحية التراتيل لأنا منعرف الاختيار اللي ترجع الصحيح بده كتير حزم يعني ما نكون حاسمين بهذا الأمر العملانية كوني بيرعية زوق مكيل وزوق مكيل شوي تعتبر صارت أشبه بمدينة من ضيعة يعني ما عندي المشكلة لأنه وكوني عم بخدم وحدة يمكن ما عندي المشكلة بس بسمع وبعرف غيري شو عم بيلاقي مشاكل كل ما طلعنا شوي على على الضيع ببعض المطارح مش بس بينفرض شغلات من خلال جهات معينة بيبقى في جهات مقتدرة بالكنيسة بتقول أنه فلان بخصني بتكون تمرقوله بيطلع أنا عبيلي رتلها اليوم مين له معي بيرتلها لا هذه الفوضى بحد زيتها أنه أنت اليوم أن كنت مفضل كبير على الكنيسة بتكون مفضل على الحجر مش على العقيدة العقيدة ما فيك تفرض عليها شيء وما فيك تكون مفضل عليها أنت بتكون مفضل على الحجر بس ما بدك تتذكر دايما أنه اللي موجود بقلب القربان أكبر منك وأكبر من الحجر وأكبر مننا كلنا ما فينا نجي نقلبه على زوقنا هايدي صلب الفوضى اللي نحنا عايشينا أنه بيطلع الواحد يمكن خيلته قيلت له صوتك كتير حلو وعنده شوية هيك لايكات يأنه مرات بيسألوني لا ما بتعملنا لايك على فيسبوك تبخي شو بدي أعمل لك لايك ما إذا شفوني عمل لك لايك له هيك عمل بيبهدلوني بقول مرات ما شفته لعنجاة بقول ما شفته فهيدي الشغلات تمطلق من الرعاية أنه واحد لقى حاله أنه أنا قالولي منيح اللي قالك منيح مين صاحب اختصاص أو مش صاحب اختصاص تفرق كتير إذا قاله صاحب الاختصاص مش منيح بيخدها شخصية أنه لايك عم بيحاربنا وما بده حدا أقولك يخيله روقوا شوية علينا ما الواحد إذا قالك مش منيح إذا أنت اليوم رح بعطي مثل إذا رحت عند طبيب وقلت له ظهري عم يجعني بيخد لك حبتان بنادول بتصح بيخد حبتان بنادول أنا بعد جمعة روح حكيم ما صحيت بيقلي طيب خد بدل البنادول خد شي تاني مسلا بعد جمعتين ما صحيت حكيم آآ ما شي مسافقة هوى طب بيقيت شهر مش صاحح برجع بروح لعنده بدي يغير حكيم بروح عنده واحد تاني بيقلي بك تعمل السكانر بديك تشوف عندك كذا عندك كذا عندك كذا ولي عم يفهمان عم بيقلي شو عندي علال تصححهم طيب بس لما بيجي الواحد على الفان بتقليله شو عندك علال بتكوني صحب اختصاص بيقلك لأ انت عم بتصوب علي وبدك تسكر علي ما بيجوز هدا هالفوضى ما بتجوز يعني بالكنيس موجودة أكتر من المسارح نعم مين لازم يضبطها يعني شايفي معك كتاب بالمجال في قانون يعني في قانون صح بيضبط هذه الفوضى طبعا وبيحاسب المخالفين يعني كيف بتصير المحاسبة هيدا الكتاب اسمه كتاب التراتيل المارونية صدر عن بكركب 2008 هلأ طبعا في بعض الأخطاء بالنوطات هل الفوضى شاملة كل الكنيس أو كنيس أكتر من غيرها فيه كنيس كتير شاملة الفوضى فيه كنيس أقل بالنسب متفاوتة بس الحلو بالموضوع مش الحلو المؤسف بالموضوع الحلو بمعنى السركازم بمعنى السخري انه ما حدا عم بيلحق التعليمات الموجودة هيدا الكتاب فيه بقلبه تعليمات كيف لازم تنعمل الجوء وشهد النصوص وكيف لازم تترتب وكل شيء والموسيقى حتى وهندسة الصوت يعني ما حدا بيعرف بوجوده يمكن بتصور لا بيعرفه بوجوده بس ما بيقره المقدمات نصادغري على اللحن يعني ما فيه بقلبه حوالى العشرين صفحة الحان تلاتيل بس فيه حوالى خمسة وعشرين صفحة تعليمات بالأول شو الترتيل وكيف لازم يعني اذا النصوص الكنسية النص المقدس لازم يكون مطابق للعقيدة الكاثوليكية ينهل من الأفضل في الأسفار المقدس أو من المصادر التقصية عم بقره العنوين اللحن المقدس مين بيكتب مين علي يكتب مين بيلحن مين بيلحن كيف لازم يكتب كيف لازم يلحن مثلا لفتني شيء بالرقم 13 بالصفحة رقم 13 من يلحن الترتيل الكنسية هذا بتصور كنا حكين عن المقدمة أنا وابونا يوحانا جحة هو كتبها يعني شغلة شغلة كبيرة كتب الاعتماد على ما ذكر حول صفات الموسيقي أو الموسيقى المقدسة وخصائصها تسهل إجابة على هذا السؤال نعكس السؤال ونقول من يجب أن لا يلحن في الكنيسة حاطط يعني بس نعرف ها نعرف ها ديك من لا يعرف تراث كنيسته الموسيقي من لا يملك أي ثقافة تقصية هون بلاشنا نربط اللي عم يعمل شو عم يعمله من لا يملك أي ثقافة موسيقية كنسية يعني بيطلع من المسرح دغري عم يعمل حفلة بدو يجي يعمل ترتيدي أو يخدم الديس يمكن من يعمل في مجالات الفن والنجومية بالمفهوم الحالي لأنه اليوم في أضواء في شهرة في غير عالم في كوميرشال ميوزيك هادي شي كتير إلكترونيك صارت يعني ما بتشبه الطبيعة بشي كيف تشبه الكنيسة من يعتبر التلحين الكنسي هواية جميلة وعملا شخصيا من هو غير مؤمن ولا ملتزم كنسيا في كتير ناس غير مؤمنين أو غير ملتزمين ما بدي أقول أنا غير مؤمنين لأنه أنا ما بدي غير ملتزمين غير ملتزمين من يستغل العمل التقصي لإدخال موسيقى غريبة لغايات خاصة وفي كتير منهم مش عم نسمي بس عم نقول الحقيقة أوكي أما من يجب أن يلحن للكنيسة فنخبط مش عم بفهم شو الكلمة فيه أكيد شي غلط هون رح منقف فيها مين هو يعني مؤمن بالكنيسة وبتقاليدها وبتعاليمها مؤمن بأن التلحين المقدس هو عمل شمولي وليس عمل خاص أنت ما بيخصك العمل أنت بك تعمل عمل لكل الناس لكل الأوقات مش بس لألك تأنت بس تأدي مؤمن بأن غاية الموسيقى المقدسة هي تمجيد الله وتقديس نفوس المؤمنين وبنيانها وهيدي نقطة بدي أتوقف عليها لأنه ببعض المطارح بالجوئات بيصير فيه مشاكل ومونيكة فات لاش فلان قالها وأنا كنت أولى خير ما ها مش إلك ما هادي هي حصري يعني بتصير كأنه حصري حصري بهذا وهي شغلي بتعجبك إنه بقلب الكنيسة عم بيصير هيك مؤمن بأن غاية الموسيقى المقدسة إلنا لكينا هي تمجيد الله مؤمن بأن الموسيقى المقدسة الحقا هي خدمة العمل التقسي وليست غاية في حد ذاتي هي خدمة مش أن هيك بقولوا عم نخدم القديس مش طالعين نعمل نجومية هلا اليوم صارت كلمة عم نخدم صارت بينهل الإلان يقول لأ أنا طالع عم بعمل العمل لا إليه هادي الفكرة مؤمن بأن الليتورجية الأرضية هي استباق لليتورجية السماوية وأشتراك فيها وهيدي نقطة كتير روحانية نحن بعيد عنها كتير يعني في ناس حتى بتروح مش بس إنه بترتل بتروح بتتناول هيك إنه عم بيوضعوا يخي نروح بتتناول لا عم تتناول بك تتناول عن استحاق أنا على القليلة أنا بفكر هيك أنا مش عم بلزم حدا بس أنا عم قول أنا أنا عاتي شو وأنا مقتنع باللي عم بيقولونه مؤمن بأن للكنيسة السلطان في قبول الألحان الحديثة ورفضها حسب ملاءمتها العلم للعمل التقصي نعم يعني ممكن كنيسة يقول أنا مردي هذا العمل فادي بس هل من لجان تحكيم من لجان مراقبة عم بتتابع هيدا الموضوع منشوف من كل من كل المناطق ومن كل الأطياف ومن كل الطبقات ومن كل الثقافات يعني اليوم مثل ما قالت مثل ما مذكور إنه ممكن يكون عنده هواية أو حابب يعمل لحن ويقدم هو من دون ما يكون ملم لا بالتقاليد ولا بالعقائد ولا بالثقافة الموسيقية ولا بكل هودة صحيح هو يفترض فيه لجنة بس كمانا ما هي اللجنة ما فيهاش تقسم حالة بكل الرعاية دايش عنا كمية كبيرة من الرعاية بده كمانا هي بالرعية بده يكون الأبونا هو كمانا والكهن هو ضابط الإيقاع مشبور مشبور إذا سمع شي لم يلزم بكتب معينة ليش ما بيكون في كتب هلا إجمالا إجمالا الكتاب كتاب التراتيل المرونية اللي صدر قيم يعني فيه بقلبه التراتيل اللي منشوفها كيف يلخدمة الإداس اللي موجودي بكتاب الإداس وزيادة وحتى مقصمينه هلا للأسف ما عاد طبع لأن فيه أخطاء وبده تصحيحه يعني إحنا هلا بأزمة ما بنقدر نطبع كتاب جديد بس هذا صدر فيه أخطاء شوية بالنوتات ما فيه مشكلة فيه شوية أخطاء بالآخر بالتبويب يعني أنا توصل على ترتيلي بس مثلا إذا بجيب تطلع بالفهرس مثلا رح بعطي مثل حاطت هون فرحته بالقائلين اللي مزمور 121 الزمن التأسي عام بتنقال بالدخول بصلاة المساء بالمناولة الموضوع السكنه في بيت الرب مناسبة خاصة تجديد البيع وتقديسة يعني هلقد نفصل هلقد نفصل هلأ أكيد بينقصوا بينقصوا كان رأيي أنا فهرس هجائي يعني أنا إذا بدي أوصال على ترتيل معاين أمشي أبا سيتا أوصى غاية بعدين بيتفصل ما فيه مشكلة بس إنه بدي يشوف أنا مثلا فيه ترتيل اسمها باركية نفسي الرب هي مزمور 102 بتنقال بزمن الصوم الموضع التقصي بالمناولة وبالختام الموضوع الغفران المناسبة خاصة بإسنان الرمال تمام معاملين جماعة الشغل كتير مرتب ليش ما بدي بس هيدا غير معتمد ببعض الكنيس معتمد بالقليل من الكنيس ما عاد موجود ما عاد موجود ما عاش في منه نسخ يعني 2008 نحنا 2023 إلو 15 سنة صادر ما بتلاقي منه نسخ طيب لا ما عدنا اشتغلنا عليه لا ما عدنا طورنا عمل عمل يعتبر عمل قيم انطلاء يعني من عمل مش موجود لازم يتكفر يعني هيدا ترتيب للفوضى يعني إذا بدنا نفكر هيدا هو بحد زيده ترتيب للفوضى تنظيم رائع للكنيس وفي بقلبه عدد كبير كتير من التراتيل الموجودة وبتنقال وحتى قيلين بالأول أنه نحنا اعتمدنا التراتيل لتصلح للليتورجية أسقطنا مننا الإشياء العامية وأسقطنا الأغاني الروحية وكذا لأنه نحنا بخدمة القديس بعض القديس تركين المجال شوال المشكلة بس بالقديس في مزاميات بعيد عن القديس أستاذ فادي إذا بدنا نحكي عن الريستالات الميلادية اليوم هل يحقوا لنا يعني أنه نختار اللي بدنا إياه نحنا ما برجع بقليك وين عم يتقدم الريستال هلا هلا ممكن يمرق بهيد الأوقات هلا بدي إلك شغلي أنه اليوم إذا ريستال على مسرح على مسرح مفي شي بيلزمني بس إذا ريستال بكنيسة وشو موضوع الريستال عم يقطع قصص بالريستال وانا عم بكون مرات بالريستال وعم بتطرق العب عم يطلع أغاني وطنية بقل بالريستال وريستال نويل هيدا المزج يعني وخلط الترانيم مع الأغاني قديش بيحافظ على الجو بيحافظ على الجو التقوى جو الهيك الخشوع قدي هيدا ممكن يكون صالح لا برأيي أنا ما بيحافظ على الجو بس لأنه برجع بشدد على نقطة أنه اليوم الريستالات اللي عم نعملها عندها طابع فني أكتر مهوطة بعديني يعني اليوم نجم معين أو مطرب معين مع احترامي التام لقالهم أصدقاء وأحباب والبديكية ونبقى عم نحط مثلا البرنامج منقول أنه طب هيدا ما خاصة بالميلاد بس ايه معلاش الناس بحبوه أوكي لأنه عم نقارب نحنا الموضوع بعدنا بريستال ريستال لفلان ولسته لفلان بس أنا اليوم إذا بدي إجي أطلع على ريستال ميلادي بقلب كنيسة هدفه مش هدف أنه فلان عم يجي رتل برجع بقول مش موجه ضد فلان بس عم بحكي الحق يعني بنا نحكي الحق بمطرح أنا ما بحط مثلا غنية دينية أو وطنية حتى ما إلا علاقة بقلب الريستال مع أنه الغنية رائعة جدا وبحبها جدا وبنفذها بطريقة كتير محترفة وعالية بس مش محلة هون بس هاي الخبرية يعني أنا اليوم إذا بدي أحط على الطاولة بدي قولي أخيي داعيكن على الغدا أوكي على الغدا ما ببلش مسلا بيقطو بدي جاي نتغدى يا خيي تقطو بالآخر إذا حدا قدر يأكل قطو من بعد الغدا يأكل ما عنديش مشكلة بس مش بالغدا بدي أفتح بسلاة بدي أفتح ببلادو جور بدي أفتح ما بعرف بشو بس مش بيقطو وإلا داعيكن على بدي حدد على ميدة حلوة عدت حلية سكرة بدي حدد ليش هوني في فوضى هوني كلا نعم الشاف ما بيقبل ونحن شاف نعم وشاف اليوم كمان عنده مسئولية قدي بينزل كمان عن طلب الناس ما هيدا هي لأنه لأنه نحنا اليوم صرنا بعصر للأسف هيدا التليفون هيدا هيدا صار حاكم العالم ليش لأنه صار مين مكان بيعطي رأيه بشو مكان صار بيقدر الإنسان يفوت على حياة الله حدا ويحكي اللي بده ياه بدون أي رادع ومش معناه أنه بيكون بيفهم بالموضوع فصار اللي عم يعمل عمل بياخد بحساباته أنه لا أنا بدي أرضي كل الناس وتأرضي كل الناس بدي اتفادى هيدا النقطة واتفادى هيدا الانتقاد بتصير تيجي الشغلة صار فيه مستوى أوطى على فكرة بيل كوسبي بيقول موسي الأمريكاني بيقول أنا ما بعرف شو أسباب النجاح بس بعرف شو أسباب الفشل أسباب الفشل أنك ترضي لكل وإذا بدك تخلي كل الناس مبسوطين روح بيعبوزة للأسف يعني اليوم بد يكون في هالقد إعادة ترتيب وهيك لنرجع ننهض من جديد لأنه اليوم منخف هذا التدهور الحاصلة يودينا لأبعد من هيك يعني كمان المستوى يتراجع ويتراجع ويتراجع للأسف المسؤولية كبيرة على عتق الكل يعني ككنيسة كمؤلفين كملحنين كمرنمين أيضا لأنه عنا كتير مرنمين اليوم كمان منفرح فيهم ومنفتخر بأصواتهم وبأداءهم على أمثالك اليوم حضرتك خبير بالموسيقى وبالمجال ومرنم أيضا تعي خلوا الناس تصلي ونحنا بجو العيد بدنا نفرح ونصدق هون بدي أقول شغلة مش إيلا لأنه ما جالس كانت بالأمانات بيني وبين أستاذ إليشواري الله يرحمه بس لأنه بتخص صوت المحبة بتخص الإزاعة بدي أسمح لحالي وقولها هلأ هو توفى و الله يرحم نفسه بس أستاذ إليشواري هو كان حدا بالفن كتير وعمل تراتيل يعني مش بس عامل عامل أغاني ومؤمن يعني حدا مؤمن من بعد ما تكرم بالأصر الجمهوري بالألفان وثمانتعش صار في اتصال بيني وبينه وكان صار صحيا تعبين يعني أول شغلة قال لي إيها خيلي ليش صوت المحبة تقول له شو خاص صوت المحبة وقتها قال ليش صوت المحبة عاملي فينا هيك تقول له شو عاملي فينا ليش ما بيقولوا لا إليشواري وبيقولوا لأك وبيقولوا لكم واحد خيطاعوا انتجوا عننا تراتيل قلتوا ليش عام تقول هاك يا أستاذ قال لي يا خي والله العظيم بعرف أنه بيفتحوا الهوى بس في قصص عام تمرق ما خصش يعني أنه ما إلى علاقة لا من قريب بس نكون عام نحكي بالإزاعة بطرح الصوت بس أنه للأسف كان صحته ما تسمح له يعني كان مستعد ينتج تراتيل هو ويلحن عام قوله على الهوى يعني هيدي خسارة هيدي فعلا نخسارة لكل الناس بس بس تعي فكري أنه مش الحق على الإزاعة ومش الحق على الكنيسة ومش الحق على الناس والحق عمين الحق على عصر بأمه أبو رايح بالفوضى يعني نحنا اليوم يعني علم الاستهلاك السرعة التجارة تسويق لأنه بسهولة يعني إذا ما نزلتها بالإزاعة بتنزل على وسائل التواصل وبس تنزل على وسائل التواصل بتنحفظ مش بس بيكبس الزر بيدفع مصاري صحيح ما بنعرف إذا كان مدفوع مصاري أو لا إنه ما يواخذوني يعني العمل القيم من جمعتين كنا عم نحكي بالفن عامة وكتبتها على موقع التواصل خلونا نسكر معاهد الموسيقى مقلة لزوم لأنه بيطلع حي الله حدا بيعمل حي الله عمل بيجيب ما بعرف إده بيجيب مشاهدات هلأ في علامة استفهام حول كيف بيجيب المشاهدات بس بيطلع حدا مثلا مرتب عم يعمل عمل مرتب ومتقون يمكن ديني يمكن غير ديني بس إنه بيقعد بيقده بكد خمس سنين ست سنين على موقع التواصل طب الكيدي جيب له ثلاث تلاف أربعة تلاف فيو طب هيدا شي وعدد اللايكات بيكون أقل طب إنه اليوم أنت لما بدك تروح تدرس موسيقى عندك ناس بتفهم بالموسيقى عم تعلم موسيقى عم بيحكي بالمعاهد المرتبة لأنه في ناس عم تعلم موسيقى كمانة في فوضى بس عم نحكي بالمعاهد المرتبة في عالم بتفهم بالموسيقى عم تروح تتعلم عندهم طب هؤل بيفهموا هؤل اللي من بيعملوا عمل ما أنت شغلتك تضوّع هالعمل والزملاء لازم يحكوا عن بعضهم لك ما في حدا بيحكي عن حدا بالمنيع مش معقول شو هالأنينية اللي نحنا عايشينا إنه اليوم أنا ما عندي الجرء أو عندي الحب إنه بس يكون واحد عامل عمل فني وخدوا قد ما بتكن حكي عنهم بس ما كمان عم بتخف الأعمال المرتبة بها الأيام يعني في كلفة للإنتاج طبعا في كلفة للإنتاج بس ما عم نقدر هاي دي عم بتعويق هاي دي عم بتعويق الناس بس كيف نصرفه قبل كنا مسلا نعمل إنتاج تنقول عملنا تراتيل ميلادية كاسات يعني أنا بتذكر بالـ 98 عملنا كاسات ميلاد المقهورين إنتاج صوت المحبة بالـ 98 طبعنا ألف كاسات بيعنا منهم شي 300 على 3 سنين هاي دي بهذا كلوقت طيب كنا على القليلة يمكن عم منطلع مردود تنعمل غيره والمردود اللي طلع ما بيروح كله كوميسيون عم نحكي تجارة للأسف بالكنيسة بس هاي دا شي مش ما خصش الإزاعة بالموضوع عم نحكي اللي عم بيسوقه طيب أنا رجعت عملت سدية بالـ 2015 دعم لمدرسة معينة عملت 10,000 سدية وعملنا استراتيجي إنه بكل رعية منحط 20 سدية بيروحوا لـ 10,000 إذا بدي حطهم فرد محل إنه كرمال مدرسة معينة صحيح طيب دعمنا المدرسة بيبايع 1500 سدية طيب و 8,500 وزعناهن توزيع بس ما يبقوا محلن طيب وهلي أخدون قداش سمعوا منون عم نحكي بأعمال الميلاد نحنا عم نحكي بتراتيل الميلاد بس إنه عن جد نحنا عايشين بفوضى الناس عم تعمل شو مكان اللي عم يقدروا يكتبوا موسيقى مش عم يقدروا ينتجوا لأنه صارت كلفة الإنتاج عالي وما في تصريف للإنتاج صار كله بينحط على يوتيوب بباليش طيب إنه أنا بدي أرجع أقول آخر تنهار أنا ليش بدي أدفع على عمل مثلاً تنقول 10,000 دولار أو 5,000 دولار تأنتجوا مع موسيقى مرتبة وهيكو طيب كيف بدي حطهم أنا كيف تطلعهم ما أنا كل السنة بكدح تطلع 15,000 دولار كل السنة تقدر عيش بين النقط متل ما بيقولوا وفي مستلزمات الحياة وفي عائلة وفي 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 وغيري مثلي يعني اللي شو بديك تعملي كونسير لعيد الميلاد يعني بتجيبه مثلاً وين بديك تحطي 20,000 واحد يجي يحضر كونسير عيد الميلاد طيب يجي يطلع لك يون عن جد نحنا بعصر كتير فوضى ورأيي أنا ما بدي كون متشائم بس اللي عم شوفه إنه صار بده معجزة لا ينحل هيك ما بينحل أنا بدأ أشكرك على حضورك على صراحتك متل ما تعودنا عليك شكراً المؤلف الموسيقى أستاذ فادي أبي هاشم وميلاد مجيد أيضاً على الجميع يا رب هيدا الأسبوع عم نحتفل بنهايته بعيد ميلاد ربنا ومخلصنا يسوع المسيح أنا بدأ أشكرك على الجميع وعليك وعلى الإزاعة يا رب وإن شاء الله بتظل تشاريتي وصوت المحبة بأبهى صورة وأبهى صوت يا رب أمين